أدان الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمن الإصلاح محمد سعيد كليشات الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وطالب كليشات المنظمات الحقوقية بأن تقوم بدورها تجاه هذه الجريمة وفضح جرائم ميليشيا الحوثي التي ترتكبها بحق المدنيين نهني جميع المشاهدين الأكارم بشهر رمضان مبارك ونقول لهم كل عام وانتم بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة لليمن بشكل خاص وللوطن العربي والإسلامي كما نستنكر من خلال هذا اللقاء هذه الجريمة الشنعاء التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق إخواننا هناك في رداع نطالب فيها الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية أن يقوموا بدورها امتجاه هذه الجريمة النقراء